و هلا و مرحبا شلونكم ان شاء الله تكونون بخير انا مرودة لكم من team dantaty رجعت وياكم سلسلة محاضرات تخص الأورال سيرجري و محاضرة اليوم رح لحدي بيها عن الفلابس ديزاين و عن السيرجيكال اكتراكشن و شنو نربط بيناتهم فيالله بدون مقدمات زايدة خليني نبدي محاضرتنا اليوم بداية رح نتعرف على انو شن هو الفلاب و ليش نستعمله فلاب سيكون حتى يصير ادنى رؤية افضل بالمنطقة اللي رح نسوي بها عملية جراحية وايضا نستعملها مو بث بالسيرجري ايضا بالبيريو حيث احنا نعالج بيها بعض الامراض الفلاب رح يخلينا انو ننقل الانسجة من مكان الى اخر يعني مكان ما باقي بيه انسجة مال تالفة نجي نسوي فلاب و ننقل جزء من النسيج سليم الى انسجة اخرى غير سليمة اكيد احنا اذا فتحنا فلاب لازم فيما بعد انو نخيط مكانه نجي الفلاب رح نقسمه جزئين واللي هما رح يتكون من البيس اللي رح يكون ملتصق بالاظم والانسجة والفري مارجن اللي رح يكون غير ملتصق و احنا نازم نعرف شغلة بالفلاب ديزاين انو البيس لازم يكون اعرف من الفري مارجن و احنا نتكلم عن هذا السبب في السلايدات القادمة ننتقل للسلايد اللي بعده حتى نتعرف على البيس كرينسيبل و فلاب ديزاين هذه الخطوات احنا لازم نتبعها و ناخدها بعين الاعتبار و كل مرة نسوي بها فلاب اول شي لازمة السكالبل ملتنا رح تكون مثل ما احنا دا نلزم القلم هاي اللازمة رح تنطينا قوة و سيطرة على السكالبل بحيث نسوي الفلاب احسن صورة ثانيا the incision should be made at the right angle to the underlying bone الانسيجن اللي احنا رح نسوي لازم يكون بزاوية عدلة لازم احنا نسوي بشكل عدل ما يكون ادنى اي تعرجات لان هاي التعرجات راح تخرب لنا الفلاب ديزاين واذا متشان right angle الانسيجن مالتك يعني انت سويت فلاب فاشل الانسيجن اللي بعدها هو the scalpel should move in single constant frame movement احنا من نجي نسوي incision لازم من احنا وده نسوي incision الحركة مالتنا تكون حركة واحدة وبخط عدل وثابت انه من نجي نقطع شوية نقطع شوية نشي لأيدنا نرجع نقطع مرضاني لا هالشي غلط حركة مالتنا شي تكون single constant frame movement وهي تعتبر اهم نقطة البرنسبل اللي بعده هو avoid anatomical structure احنا بالoral cavity شنو عدنا anatomical structure عدنا canine eminence عدنا incisive papilla عدنا nerve mental nerve عدنا great palatine arteries وعدنا غيرها من ال structures اللي احنا لازم منطقهم احنا دنسوي incision ننتقل للبرنسبل اللي بعده واللي يقول لنا the base wider than the apex adequate width for maximum visualization احنا حجينا فوق انه الباس مال الفلاب الباس مالتا رح يكون wider than the apex يعني رح يكون wider than the free margin هالشيش رح يوفر الوفرنة اول شي هذا الشي رح يخلي ادنى رؤية رؤية كل جزانة انه احنا نقدر نشوف المكان بشكل كلش احسن ثاني شي انه رح يحافظلنا البلد سبلاي احنا نحتاج بلد سبلاي هو اذا ادنا بلد سبلاي زين بلد سبلاي هو رح يساعدنا بالهيلينج مستقبلا اذا احنا ما ادنا ادنا بلد سبلاي ما رح يكون ادنا بلد سبلاي فحتى يصير ادنا بلد سبلاي زين احنا رح نسوي ال base wider حتى يصير ادنا بلد سبلاي زين البرونسيبول اللي بعدنا يقول لنا انه Declined handling of flap without tension شون يعني احنا من نجي فتحنا الفلاب نجي نريد نشيله احنا لازم نشيله carefully حتى ما يصير عدنا اي tearing او ما يتقطع او ما يصير like crushing هذا الفلاب لان احنا ادنا فتش يقول during surgical procedure excessive pulling crushing folding or the flap must be avoiding يعني احنا ما لازم نسوي crushing لازم نشيل الفلاب بطريقة صحيحة لان هذا الشي اش رح يصير لو احنا ما سوينا هاي الشغلات وصار مثلا crushing للفلاب مالتنا او للتشو مالتنا هالشي رح يؤثر على blood supply لان هي عبارة عن داخل الانسجة من احنا شل الفلاب هي عبارة عن انسجة دموية وهاي الانسجة الدموية اذا تقطع رح يصوينا مشكلة بال blood supply سو بيكو ش نقول الجواب مالتنا انه ليش انشيله carefully ومن سوي excessive pulling crushing or folding because the blood supply is compromised and healing is dilated يعني البلد supply مالتنا رح يقل وبالتالي هذا الشي رح يأخر لنا الhealing procedure ننتقل للسلايد اللي بعده حتى نورف ال indication of flaps احنا ام تنسوي flap for basic oral surgical procedure to allow complete visualization of the operative field and to access osteos tissue whatever required احنا ليش نسوي flap اول شي نسوي flap اذا نريد نوصل الاماكن ما نقدر نشوفها ابعنا بدون ما نفتحها يعني مثلا اذا قدنا impacted tooth سن مطمور ما نقدر نشوفها نفتح flap حتى نقدر نشوف هذا السن ونقدر نطلع وثاني شي اذا نريد نقالج العظم حتى نوصل للاظام عامل انسي جمال العظم ايضا نفتح flap لان بشكل اعطيادي احنا ما نقدر نشوف الفلاب ولا نقدر نسوي بها اي procedure بدون الفلاب ننتقل للسلايد اللي بعده واللي رح نحتي بها ان ال contraindication for placement of incision lines احنا قدنا ال contraindications امتى احنا ما نقدر نسوي flaps اول نقطة عدنا ال transverse incision in palate ليش ما نقدر نسوي transverse incision in the palate لان احنا قدنا greater palatine artery فلما احد يسألكم يقول لكم why we can do transverse incision in the palate جواب مالتكم رح يكون because the present of the greater palatine artery تاني contraindication عدنا هو lingual incision of the mandible and the cause السبب مالتنا the present of lingual nerve عدنا ال contraindication اللي بعده اللي هو ال canine eminence last one between lower premolars ونسأل انه ليش between lower premolars ما نقدر because the present of mental nerve هاي المنطقة رح يكون متواجد بها mental nerve so it's contraindicated ما نقدر نسوي بها incision حسنا ننتقل حسنا نتعرف على انواع الفلابس بعد ما عرفنا الprinciples والcontraindications وليش نستعمل ونبده باول نوع من الفلابس واللي هو التربيزويد الفلاب it's also called for coronal flap which is formed by horizontal incision along the gengiva and there's another point it's really indicated احنا هذا النوع من الفلاب نقدر نسمي تسمية اخرى واللي هي الفور كورنر لماذا نسمي four corner لان احنا اذا لاحظنا رح نشوف باربع نقاط اربع زوايا تمام فهذا نجي نليوز احنا امتى نقدر نستعمل التربيزويد الفلاب احنا قلنا انه it's really indicated رح نستعمل بحالات انه نريد اكسس زي نريد نشوف اماكن اكثر اماكن اكبر وفي حال انه التربيزويد ما انطان هذا الاداكويت ما انطان هذا الاداكويت visualisation والتربيزويد رح نحتي عنا بالسلايد اللي رح يجي عرفنا شنو الاستعماله انه نستعمل حتى نصير عدنا رؤية كبيرة ووافحة ننتقل حتى نعرف حتى شنو نعرف شنو الادفانتج ما عرف شنو الادفانتج ما عرف الادفانتج ما لا احنا قلنا انه هو راح يحافظ لنا وهو راح يوفر لنا I think we get access so excellent access هذا اول نقطة Not tension و راح يصير ادنى شاء الله لغ مهمة ثالث نقطة من الادفانتج واللي هي easy re-approximation help healing procedure هذا الفلاب ما انه كبير فاحنا من ان نجي نسوي suturing ونخيط راح يتقربون من بعض بصورة اسهل re-approximation مالتهم راح تصير بطريقة كل شي سهلة لانية جبيرة ونحنا نقدر نتحكم بيها نجي للdisadvantage مالتها شنو produce defect in the attached gingiva راح يسوي لنا ضعف او خلل بالattached gingiva هاي واحدة من الdisadvantage مالتهم هاي واحدة من الdisadvantage مالتهم ننتقل للنوع الاخر من الفلاب واللي هو التريانجلر فلاب this flaps is the result of an L-shaped incision هذا التريانجلر فلاب احنا شون نقدر نسوي راح يكون نتيجة L-shaped incision احنا من نسوي L-shaped incision راح يصير قدنا التريانجلر فلاب التريانجلر فلاب ايضا نقدر نقول عليه three corner flap لان مثل ما دانلاحظ راح يصير قدنا three corner بالترابيزويد الفلاب كان نقول four corner كان قدنا اربعة corners تمام نجي لليوز زمانته اليوز زمانته شنو التريانجلر فلاب امت نسوي لما نريد نسوي surgical removal of root tip اذا اردنا نشيل الroot tip اذا اردنا نشيل small cyst ونستعملها ايضا بروسيجر اخر واللي هو apicoactomy apicoactomy هي من commandental procedures اللي احنا منعدنا inflamed gum tissue بالنهاية ما للروت فحتى احنا نسوي remove the apex ما للروت وش راح نسوي بها الحالة الروت ال apex ما للروت احنا نشيله بس ورح نبقي top of your teeth رح يبقى بمكانه بس ال apex رح ينشال نجي ننتقل لل advantage وال disadvantage ال advantage ما لاته انه بهذا النوع من الفلاب رح يكون ادنى adequate blood supply مع انه ادنى adequate blood supply هذا الشي رح يعني انه الhealing رح يصير بسرعة رح ينطينا good visualization رح ينطينا رؤية جيدة and very good stability and re-approximation هذا الفلاب رح يكون stable وثابت كلش يعني ثابت كلش وايضا قام الى حد ما رح يكون كبير وهذا الشي رح يساعد لنا re-approximation during destructuring وهذا الشي رح يساعدنا بال faster healing the disadvantage limited access to the long route يعني اذا احنا ادنى روت طويلة ما رح نقدر انه نوصل لها بهذا النوع من الفلاب بما انه شفناها رح تكون عبارة عن three corner مثل المتلث بايدة انه نوع طويل رح يكون صعب انه نشوفه بهذا النوع من الفلاب وش رح يساوي لنا ايضا رح يساوي لنا defect to the attached gingiva رح يساوي لنا defect بالجنجiva مشكلة بالجنجiva وتعرفنا على ال triangular flap ننتقل حتى نتعرف على النوع البعدة من الفلاب واللي هو ال envelope flap this type of flap this type of flap is the result of an extending horizontal incision along the cervical line of the teeth هذا النوع من الفلاب رح نساوي شون رح نجي ساوي رح نجي نقطع على طول السيرفايكل على خطوط السيرفايكل نحن نقطع رح يصير قدنا envelope flap وهذا الفلاب رح نجي نعرف شي اخر اللي هو the incision is made as the gingival sulcus رح يكون ال incision مثل ما قلنا الجنجival sulcus نقدر المدده ده along four to five teeth يعني احنا نقدر نشتغر به على أربع إلى خمس أثنان نجي لليوز زمانتها as the use usually indicated when the surgical procedure involves cervical line of the teeth نحن من نجي نشتغل على cervical line رح نجي نختار envelope flap نحن قلنا انه هو اصلا رح يصير along the gingival sulcus عدنا شون رح نجي منطقة الجنجابة نساوي envelope flap وايضا apioktomy وعدنا removing impacted teeth ايضا ممكن استعمال هذا الفلاب عنا وعدنا surgery وعدنا central وعدنا lateral وعدنا premolar والmolar لما نجي نسوي surgery في هاي الأستان نقدر نستعمل envelope flap واستعمال آخر الى هو بالmandibular remove mandibular tumor in edentulous patient اذا قدنا edentulous patient وصار عنده tumor فهذا التومر احنا نقدر نشيله بال envelope flap نجي للأدفانتج ماله الأدفانتج ماله ما هو انه رح يصير لنا easy re-approximation نقدر نقربه بشكل أسرع وهذا الشي قلنا رح يساعدنا انه يصير لنا healing بشكل أسرع وعدنا ايضا non avoidness of vertical incision ما احنا ما ننسوي vertical incision عادة الـ anatomical structure احنا نخاف انه انطخهم بالvertecal incisions فاحنا بهاي الحالة ما ننسوي vertical incision فعني رح تكون رح نكون بالسيس سايد اكثر تمام ننتقل الـ disadvantage الـ disadvantage معناه is difficult to reflection احنا بصعوبة نقدر ننسوي reflection لهذا لهذا الفلاب وانه نرفعه من مكانه ورح يطينا رؤية ضعيفة كله limited visualization ممتل بقية انواع الفلابس وكالعادة اكثر انواع الفلابس رح تسوي لنا defect to the attached gingiva وعدنا شي اخر هو possibility of injury of palate viscals and nerve اذا سوينا هذا الفلاب palatally احنا هناك ادنا viscals or nerve والتي تعتبر anatomical structure فانه احنا ادنا احتمال ان ننطخ هذول structures تعرفنا على هذا النوع من الفلاب ايضا envelope flap واننتقل للنوع الاخر من الفلاب والتي هو semilioner flap The semilioner flap is the result of curved incision نسوي curve incision رح يطلع لنا شي اسمه semilioner flap وهو عبارة ان نصف دائرة نسوي نصف دائرة نسويها رح يطلع لنا semilioner flap semilioner flap ماذا نستعمله نستعمله بالابيوكتومي ونستعمله نستعمله واذا جانا نشيل الروت تمام الابيوكتومي تكريبا متشابهات نفس الشي فبدل ما احنا نجي نفتح triangular flap أو نجي نفتح trapezoidal flap رح نفتح semilioner flap صغيرة فوق ونسوي علالية الابيوكتومي فهذا عرفنا الـ uses ننتقل الـ advantage والـ disadvantage الـ advantage مالتها انو رح تكون صغيرة small ما رح نسوي incision كبيرة easy to reflect نقدر نفعها بسهولة وادفانتاج اخر انو no innervation at the period ننتقل الـ disadvantage الـ disadvantage الـ disadvantage رح يكون difficult or re-approximation انو احنا صعب نسوي الـ re-approximation ونسوي الـ suturing مو مثل بقيات انواع الفلابس اللي حتنا عنهم وايضا disadvantage اخر هو limited visualization ما رح يوفرنا رؤية كبيرة يعني الحدود مالتنا رح تكون كل شي صغيرة تمام ننتقل للـ flap اللي بعد واللي هو الـ pedicle flap الـ pedicle flap عدنا الـ pedicle flap عبارة عن أنواع the three main type of pedicle flap used for closer of oral enthrum communication الـ pedicle flap أشهر أنواعها رح يكون el-buccal, palatal and bridge flux الـ pedicle flaps هو مرتبط بالـ sinus مرتبط بالoral enthrum communication oral enthrum communication هي مشكلة من يمفتح السينس على oral cavity رح تصير رح تصير السينس مفتوح على oral cavity وهذه المشكلة رح نسميها oral enthrum communication وهذا أهم شي أنه تعرفوا عن pedicle flaps نعم pedicle flaps شوية موضوع دي فما رح نتعمق أنه بس الأهم شي أنه نعرف أمتى نستعمل pedicle flaps من يصير أدنى oral enthrum communication فهذا ننتقل للسلايد اللي بعده بعد ما تعرفنا على الثانيس أو ننتقل حتى نطبق هذه الفلاب حتى نعرف في الستيبس of extraction of surgical extraction إحنا عدنا كان خطوات بالsimples extraction هسا هم بالsurgical extraction عدنا خطوات فالفلاب كان introduction حتى نفوت للsurgical extraction لأن إحنا عندما نحتي عن surgical extraction لازم نعرف شنو يعني flap وحكينا عن indication مع surgical extraction بالفيديوهات السابقة لو ترجعون وشوفوها رح يكون كل جزين فهسا نجي نبدي بالstep of surgical extraction فأول step بالsurgical extraction هو creation of flap ليش كنت أنه مهم نعرف شنو أنواع الفلاب لأن أول خطوة بعملية surgical extraction هو أنه نسوي flap ونما سوينا flaps نسوي remove of bone and exposure of an adequate part of the root تمام؟ ثاني خطوة رح نبدي نشيل العظم حتى نوصل للسن أو نوصل للمكان اللي احنا نريده ثالث خطوة خطوة نحن روت أو روت أو ماذا؟ نحن سواء الخطوة أو ماذا؟ نستخدم روت أو نحن نطلع سيرجيكالي. اول شيء عدنا اول كيس رح نحتي انه root extraction of the removal part of buccal bone. بهاي الحالة انه شنجي رح نسوي رح نشيل جزء من البقل بون. ليش نحن نشيل بقل بون? احنا حتشانا بالمحاضرات السابقة انه احنا حتى نسوي اكتراكشن اكو شي نحتاج اسمه الفالكرون لاين. الفالكرون لاين هو المكان اللي يتخلي عليه الاليسترومن مالك و رح يكون بين السن والعالم. فانه انه انت اذا السن اصلا مغطي اظم شلون رح يصير عندك فالكرون لاين. فحتى تحصل فالكرون لاين احنا رح تجي تسوي ريموفل لل part of buccal بون. وهذا الشي رح يخليك انه تحطي الاليفيتر مالتك بشكل صحيح. وصير عندك فالكرون وتقدر اطلع السن. وطبعا اللي رح يصير بسيرجيكال hand piece. تمام? ننتقل للسطايد اللي بعده اللي رح نحتي به عن instruction of root after a window is created on a buccal bone. عدنا خالح اقرأ واللي هو instruction of root after a window is created on the buccal bone. هذا شلو معنى احنا بدلا ما نجي ونسوي ريموفل البون هو هي buccal bone كاملة. احنا رح نجي ونفتح فلاب ونسوي ويندو. ومن هذا الويندو رح نجي نطلع ال root tip مالتنا. تمام? احنا بدل ما نسوي ريموفل كامل للأضم واي على طول ال root tip باقي لنا. لا احنا رح نسوي ويندو صغيرة. بس هاي الويندو احنا احنا انت نقدر نسويها لما السوكت بعد مساير اللي يعني السوكت مفتوح. احنا نقدر ندفع السن. سوي ويندو وندفع السن خلال هذا السوكت. بس اذا السوكت كان مزدود لا احنا ما نقدر نسوي ويندو. وعدنا حالة اخرى من السيرجيكال اكستركشن واللي هو شنوش رح نسوي. كريشن نجي وش رح نسوي? احنا ما عدنا ما عدنا لازمة ما عدنا فالقلر املاين. نجي رح نسوي رح نسوي. رح نسوي. بالروت مالتنا. بالنجيب السيرجيكال هانت بيس ونسوي بروف او روت. هذا الروت رح نقدر ندخل بي الاليفيتر ونقلع السن. فها هي تعتبر اهم الحالات اللي نسوي لهم سيرجيكال اكستركشن. اكو حالات اخرى ايضا نسوي لهم سيرجيكال اكستركشن. فحتى تتعرفون اثر على هاي الحالات اللي احنا رح نسوي بيها سيرجيكال اكستركشن. ونفتح فلاب ونستعمل سيرجيكال هانت بيس. اتمنى تشوفون الفيديو ما الاندكيشن او اكستركشن. وهي تكون خلصت محاضرتنا اليوم. تانكي الوجودكم وشكرا الحسن استماعكم. باي باي. اشتركوا في القناة